بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة مستر نورو للمعلومية السايد أنا تواجد معكم في هذه الحلقة الجديدة التي سوف أتحدث فيها عن تطبيق مهم على هواتف الأندرويد أولا قبل أبدأ في الشرح لو كانت لك أول مشاهدة لقناتنا لا تنسى ضغط على زر الاشتراك أسفل هذا الفيديو وتفعيل مع خاصية الجرس ليصلك كل ما هو جديد في علم التقنية الشيء الثاني جميعا وبالتطبيقات تقوم بتحميلها أسفل هذا الفيديو من موقعي مستر نورو للمعلومية تطبيق اليوم كما أخبرتكم هو تطبيق خاص بالحماية ولكن ليس بأي حماية حيث تقوم بحماية هاتفك بواسطات الأزرار لرفع الصوت وخفض الصوت تقوم بتحميل تطبيق كما أخبرتكم أسفل الفيديو تحمله بسط يقوم من جوجل بلاي بعد تحميله تضغط عليه ثم تضغط على كلمة ناكس تأتي إلى هنا تختار الشكل الذي تريد أن يكون عليه بواسطات الأزرار هذه تقوم مثلا بخفض الصوت مرة رفع الصوت مرتين خفض الصوت مرة مباشرة بعدها تضغط على كلمة ناكس ثم تعود الطريقة هكذا نفس الشيء ثم تضغط على كونفيرم بعد الضغط على كونفيرم يخبرك أن تختار أي سؤال وتقوم بالإجابة عليه تكتب أي شيء أنت مباشرة هكذا بعدها تضغط على ناكس بعد الضغط على ناكس مباشرة يخبرك يجب أن تعطيه صلاحية الدخول إلى هذا التطبيق مباشرة تأتي إلى جيرانت ثم تضغط على أوكي يفتح لك التطبيق تبحث على المكان الذي يوجد فيه يعني اسم التطبيق وتحوله من أوف إلى آن مثلا هو يكون هنا أوف أنت تعطيه شرط صحة حيث يصبح آن هكذا نفس الشيء بالنسبة إلى طريقة ثانية تضغط على اللو هكذا على جيرانت ثم تضغط على اللو كما تلاحظ بعدها مباشرة تأتي لك كلمة فينش بعد الضغط على فينش يخبرك هل يعني أنه تم فتح التطبيق الآن بالعمل عليه مباشرة يأتيك بهذه الواجهة كأنه نوت تكتب أي شيء تريد عليها لفتح التطبيق مرة في الأسفل مرة في الأعلى مرة في الأسفل سوف تفتح لك وجهة التطبيق حيث سوف تقوم بإيقاف أي تطبيق تريد مثلا نحن سوف نجرب نحن على هذا التطبيق وهذا التطبيق الجيري بوست هكذا ولتفعيلها يجب أن تعطيه صلاحية الظهور من هنا هكذا باللون الأخضر الآن سوف نخرج نهائيا نقوم بالبحث على التطبيق الذي ضغطنا عليه هكذا مثلا جربنا نحن على الجيري بوست مباشرة سوف تأتيك واجهة باللون الأسود كما تلاحظ هذه الواجهة تأتي باللون الأسود للدخول إليها عادي جدا كما أخبرتكم تأتي من هنا تضغط مرة في الأسفل مرتين في الأعلى مرة في الأسفل سوف يفتح لك التطبيق مباشرة كما لحظت معنا يعني هو تكون باللون الأسود هذا الشيء الجميل فيه يعني لا يستطيع أي شخص يعرفه ماذا يوجد خلف ذلك التطبيق ولماذا هو متوقف باللون الأسود يعني لا يوجد شكل الشيما ولا أي شيء مباشرة من هنا تقوم بخفض صوت مرته رفعه خفضه مرة أخرى سوف يفتح لك التطبيق مباشرة هكذا يوجد أيضا عليه بعض الإعدادات التي سوف تستطيع أن تقوم بالتعدل عليها من هنا كما تلاحظ سكرين لوك إذا أردت أيضا إيقاف هاتفك ككل أو يعني وضعه كأساسي إذا أردت الدخول إلى هاتفك يستعمل بها طريقة تقوم بالتفعيل هذه الميزة التي تكون عليه سكرين لوك كما تلاحظ إعدادات الأخرى أو سيتينج الخاصة بالحماية والهاتف يكون في الإعدادات من هنا تستطيع وضع أي شيء تريده من هذه الإعدادات خلال تختار أي شيء تريده وتقوم عليه بهذه الطريقة تستطيع التحكم في هاتفك وإيقاف تلك التطبيقات التي تريد لا يرىها أي شخص بهذه الطريقة البسيطة وبدون أي مشاكل أتمنى هذا التطبيق قد نل إعجابكم لو نل إعجابكم لا تنسى ونشره حتى تعمل فائدة بيننا وضغط على زر إعجاب أسفل هذا الفيديو كي يكون تحفيز إلى قناة ميستر نورو للمعلومات وكما أخبرتكم في هذه الحلقة لو كانت لك أول مشاهدة لا تنسى الضغط على زر اشتراك تفعيل مع خاصية الجرس ليصلك كل ما هو جديد إن شاء الله ما السلامة